موسيقى أهلا وسهلا بكم إلى موجز الأخبار التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة تعز وأشهد رئيس الوزراء في بداية اللقاء بالتضحيات التي بذلتها محافظة تعز وأبنائها للحفاظ على الجمهورية ودحر المشروع الحوثي الكهنوتي المدعوم إيرانيا كما نوها بدور السلطة المحلية في تماسك المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين وكدا اهتمام الحكومة وبقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة تعز لما توثره المحافظة من حصن للدولة والنظام ومخزن للموارد البشرية والكفاءات واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظة تعز نبيل شمسان عن الأوضاع العامة والخدمات والوضع الأمني والعسكري وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتوحيد السلطات الأمنية والعسكرية وعملها بطريقة تعكس انضباط وثقافة ومدنية تعز ووجه بضبط كشوفات العسكريين ومعالجة مشاكل ازدواج الوظيفي بين الوظائف العسكرية والمدنية أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن عن إطلاق صراح 200 أسير من أسرى ميليشيا الحوث الإنقلابية إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم ونقلت وكالة الأنباء السعودية واسع عن المتحدث باسم قوات تحالف دعم شرعية في اليمن العقيدة الروكن تركي المالكي أن الخطوة جاءت حرصا من قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق السوكولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعا إنسانيا في المقام الأول واستمرارا لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني قصدت قوات التحالف العربي تحركات لميليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة وقالت مصادر محلية أن تحركات للميليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف ولفتت المصادر إلى عمدة الدخان شهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمرد المدعومة من إيران بنيران الجيش والمقاومة غرب مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش والمقاومة سهدفت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل من منطقة الخرازة وتبت الحصان شرق منطقة بيت الشرجي في اتجاه مواقع محررة في جبهة باب غلق وبين أن من تبقى من عناصر الميليشيا لاذو بالفرار في اتجاه منطقتين بيت الشرجي وعزاب شمال مدينة الفاخر سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مسلحي الحوثي الإقلابية وتدمير أسلحة ثقيلة دفعت بها الميليشيات لتعزيز هجوم لهم بحيس جنوب الحديدة وقال مصدر أسكريين القوات المشتركة تصدرت لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على مدينة حيس وكبدتها عشرات القتلى والجرحى ووفقا للمصدر فإن الميليشيات هاجمت مناطق شمال غرب حيس بالتزامن مع عمليات قصف والسهداف واسعة شنتها الميليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة طالت المنطقة جددت ميليشيات الحوثي حملات البطش والابتزاز والنهب المنظم ليشمل هذه المرة قطاع العقارات والتجار المحليين في صنعات تحت مسميات وذرايع واهية وشكى عدد من ملاك العقارات بمناطق متفارقة في صنعات من حملات ابتزاز ونهب حوثية واسعة لا تزال تطالهم وتستهدف عقاراتهم دون أي مبررات قانونية تسمح أو تبرر لترك الميليشيات القيام بذلك وأكد ملاك العقارات أن الميليشيات الحوثية تواصل منذ مطلع الشهر الجاري تنفيذ حملات بطش وتخويف وابتزاز وفرض أتاوات تحت قوة السلاح والترهيب ضحيتها عدد كبير من ملاك العقارات في صنعات وعدد من المحافظات في الختام أعزائي مشاهدي الكرام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة